صباح الخير على كل مشاهدين قناة الصحة والجميع النهاردة حلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع حابة النهاردة أبدأ حلقتي بموضوع هو موضوع مهم جدا وهو موضوع المباني المخالفة أو البناء المخالف الموضوع ده زي ما بيدر الدولة هو بيدر صاحبه لأن أي حدد الوقتي هيبني بناء مخالف أو هياخد أرض مش بتاعته أو هيجي على أملاك الدولة بقى فيه عقوبات دلوقتي وحاجات فرضها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزي ما قال سيادة الرئيس إن لو فيه 15 أو 10.000 ألف 10.000 ألف 10.000 بناء مخالف يبقى فيه 10.000 واحد تم القبض عليه الموضوع يعني صعب جدا للدولة فيه خسار كتيرة وللمواطن أو لأي حد بيعمل كده ضيف حلقتي النهاردة هو واحد يعني صاحب شركة مصر النور للمؤولات وهو أحسن حد ممكن يكلمنا عن البناء هو يعني المسؤول في محافظة الغربية عن إزالة المباني المخالف مصطفى أعرفنا بنفسك والله بس حاجة وطوضيح كده في الأول يعني وأنا مش صاحب الشركة مدير التنفيذي أنا مدير التنفيذي إحنا تحت الحج يعني الحج هو الأساسي إحنا الشركة بتاعتنا المتولية أنت طبعا تكلمت في موضوع عن الإزالات والمباني المخالفة مخصول أنه هو بقى حديث الساعة دلوقتي فإحنا الشركة بتاعتنا هي المتولية تنفيذ الإزالات للمباني المخالفة لأن طبعا الحكومة كمتمثلة في الجهات اللي بتشرع القانون مش هي اللي هتنفزه يعني المحافظة بتقول ده مخالف بس مش هي اللي هتنفز فمحتاجها طبعا آليات التنفيذ بين شركات خاصة فبتتعاقد مع شركات مسؤولة عن الهد فإحنا الحمد لله الشركة المتعاقدة مع المحافظة الغربية علشان إحنا المسنود لنا أعمال الهد بتاعت الإزالات على مستوى المحافظة والكلام ده من فترة طويلة يعني من قبل حتى أنا ما أبدأ أشتغل يعني هو الحاجة يعتبر قاول المحافظة من نتكلم في حوالي سبعة تمن تسعة عشر سين حاجة كده بس فهو فعلا دلوقتي الموضوع بقى غير زمان يعني زمان بالنسبة لنا الشغل كان ممكن بنشتغل يومين في الأسبوع تلاتة لأن نسبة المخالفين أوكت كتيرة زي دلوقتي بس نسبة ملاحقة المخالفين كانت قلالة بس طبعا بعد مسيط الرئيس نسك الملف بتاع المخالف وسيادة رئيس الوزراء والقوانين اللي طلع الجديدة ودخول الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية في الموضوع يعني سيادة رئيس ولت الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية لأن عندهم ما عندهمش واحد زي واحد بيساوي اثنين أنت مخالف أنت بالسجن يا إما أنت بتدفع غرامة يا إما أنت بتصالح يعني الشركة من الأول كانت هي شركة خاصة وبعد كده تحولت لبقت الشركة المسؤولة عن عن الهدم عن الهدمة في محافظة الغربية هو الشركة عندنا شركة مصر النور للمقاولات مصر النور المقاولات اللي بيسمحها يقولك ده ناس بتبني ناس بتشطر ناس إحنا بنعمل الكلام ده بس أساسنا هو الهدم ويمكن ده غريب شوية لأن أول الهدم ده معروف أنه هو يكون شخص مش كيان لكن إحنا عندنا الموضوع يعني كيان ده اللي خلنا قدرنا أن إحنا نحافظ على شغلنا في محافظة الغربية السنين دي كلها وكنا الفترة اللي فاتب برضو طلعنا بره محافظة الغربية واشتغلنا ومسكنا محافظة اسكندرية أحياء منها ونفزنا فيها إزالات حوالي ست شهور ولا حاجة بس طبعا إيه رجعنا تاني عشان الأساس عندنا بالنسبة لنا محافظة الغربية طيب مش شايف أن أنت صغير عن المدير التنفيذي لشركة إزالة مباني مخالفة يعني الموضوع ده مش بيسبب لك أي مثلا مشاكل أو صعوبات يعني لما تكون مثلا رايح أو عايز عندك مبنى وانت يعني من مسؤوليتك أن انت تزيل أو كده آه الاعترار بتاع الناس اللي بتبقى اللي بنية دور أو اللي بيعاء أو اللي مشترياء والله بالنسبة للسن وأصن صغير بس أنا الحمد لله يعني خدت فرصة أن أنا يكون والدي حاجة أحمد زيدان اللي هو صاحب الشركة فقداني الفرصة اللي أنا الحمد لله يعني أنا شايف من وجهة نظري أدعي أن أنا يعني أدعي فطبعا إحنا شغالين تحت توجهاته تمام بس بالنسبة لنا الخطر في التعامل مع المعترضين لأن انت طبعا يعني معلش أنت لو عندك بيت وبنية دورين وخالف وسكنة فيهم وانا جالك أهدلك يعني ما بتشوفيش أن الحي والمحافظة ولا القانون ولا أنت غلط أنت بشوفي حاجة واحدة بس أنت جاي تهديلي فاللوها همسك فيه طبعا فبيقابلنا قابلنا كتير وإهالة عملنا في مراكز وكرة كانت دي الأصعب يعني الأحياء طبعا مدن والكلام من ده الناس متعلمة ويتمستوى الثقافي عالي فبيبقى الموضوع بالنسبة لهم آه بيبقى فيه اعتراض بس بيبقوا خايفين من القانون وخايفين من الكلام ده كله كل بقى ما تنزلي للمراكز والكرة الناس هناك أبسط تفكيرها بالنسبة لها الحاجة اللي هو بنيها دي أنت مش هتقرب منها غير لما تعدي على الأول بس الحمد لله يعني الحاج معنا وبرضو إحنا بأي نزول لأي موقع بنكون تحت تأمين من الشرطة وزارة الداخلية متمثلة مثلا في مديرية الأمن إذا كنت بتنصق حملات مع الإقسام شرطة المرافق يعني إحنا عندنا بطل من أبطال الوزارة في الغربية العقيد واسيم أنديل ده مأمور شرطة المرافق هو اللي كان بينزل بينا وبيأمننا والنقب بتاعه مقدم محمد علي برضو الناس دي هي اللي كان بتقف معنا لما حد يعترضنا فهو الموضوع الكبير بس يعني ماشي طيب أنت شايف يعني أن المباني اللي هي المخالفة دي أضرارها إيه؟ يعني ليها أضرار كتير يعني على الناس اللي بتعمل كده وعلى البلد وعلى مصلحة الدولة مظبوط بس أنا أعلك الحاجة هو فيه قانون 119 قانون 119 ده لما تلع تلع عشان إحنا عندنا محافظة الغربية وليكن الحيزة العمرانية التاحة مربع ده هو الرئيس أو القانون أو الناس اللي حطى القانون عايزة المربع ده يكون كله أدوار متساوية بمعنى إيه؟ اللي هنا اللي على الشارع العشرة متر هو بياخد مرتين ارتفاع عرض الشارع طبعا دي كلها حاجات لها علاقة بالترخيص والكلام منه بحيث أن أنا ممكن أجف أبص من فوق ألاقي المباني كلها متساوي متساوي يعني اللي على الشارع العمومي هو واخد أكثر ارتفاع اللي وراء واخد الارتفاع القانوني بتاعه وهكذا 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 طبعا الكلام ده صعب والكلام ده لما تطبق تطبق علشان يحصل امتداد عمراني يعني بدل ما المباني تبقى بتطلع كده تبقى بتطلع كده بحيث أن إحنا برضو مصر نستغل فيها لها فيه أكتر من مدينة لها زهير صحراوي يعني عندك الكاهرة فيه صغير الصحراوي دلوقتي رحاة بالتجمع المدن الشروق بدر المدن دي كلها مبنية على إيه؟ مبنية على أن الناس اتوسعت أفوكيا مش رأسيا يمكن موضوع بيبقى صعب شوية في بلد زي يعني محافظة الغربية في محافظة زي محافظة الغربية عشان إحنا كفطانتا مثلا على سبيل المثال ما عندناش ظاهير صحراوي بمعنى إيه؟ أنا الظاهير بتاعي زراعي مش هقدر ابني على أراضي زراعية فكل واحد بيتطر النوع إيه؟ يعلى بالمكان اللي هو خب عشان يعوض قيمة الأرض بس هو ما عافش النوع كده بيدر نفسه وبيدر البلد لأن أنا عندي شرع 6 متر الدولة لما جات تأسس الشرع ده وتحطت له بنية تحتية حطت له على 6 متر بمعنى الستة دور اللي انت طالحهم انت معمول حسابهم في الأرض من بقى من سباكة من 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 انت بتيجي تطلع لي 12 طب ما انت كده حطتني في مقزة أنا عامل حسابي إن الشرع الستة متى ده بيوقف عربية انت 12 دور 12 دور 24 عربية طب هيقف فيه؟ ما هو ده اللي بتكلم فيه الرئيس بيقول لإحنا مش عايزين نمشي بدون نظامه وعشوائية هو بيكره العشوائية طيب ده شيء حلو طيب كان فيه ديول فيه كان فيه قانون قانون المادة رقم 119 في قانون سنة 2008 في القانون كان بتنص على العقوبات للي بيبني أدوار مخالفة مظبوط هي حلوة القانون بتاعنا إنه هو زي ما بينص على عقوبات هو فاتح بابل التصالح يعني حضرتك مثلا عندك دورين مخالفين وانت عرفتي أو مش عرفتي عرفت إن الرئيس بيلاحق المخالفين فيه إليك تنقذ نفسك حي موجود تروح تقدمي يعني عايزة تصالح معنا صور على الشاشة للشغل بتاعك بتاع شركتكو مظبوط ده اه كان دور اعتقد دور 12 وده الأستاذ أستاذ عادل داود رئيس حقيق أول راجل مجهود يعني جبار باش مهندسة نجلق ورده مهندسية دي كلها الأعمال بتاعتنا بقت بقت أوسع من بعد ما رئيس تتدخل في الموضوع وطبعا الجرية المهتمة بالإزالات أحدش بتكلم عن حاجة عن الإزالات دلوقتي كان معنا في فيديو من مغير قطع كلامك دا دا العقيدة واسيم أنديل اللي دايما متضراف أي حاجة معنا الفيديو على الشاشة ده هدم بيت مش كده ده هدم بيت بس ده مشكلته للأسف المواطن بنى من الدور الأرضي بدون ترخيص يعني المبنى بالكامل من أول وقام اه تلع بدون أوراق بدون أي حاجة وده بيبقى استعجال من المواطن يعني أنا عندي حتة أرض بس لسه ما دخلتش في حاجة اسمها التنظيم لأن أي حتة أرض جديدة بيتم رسمها الأول من المحافظة تخططها شوارع وبعد كده بيقول لك آه أنت هنا تبني وتبني كم دور هو استعجل بنى بنى ثلاث أدوار بدون أي ورق فدي كانت النتيجة طيب أنت كنت قالي أن أنت خريك تجارة إنجليش مصبوط إيه علاقة التجارة إنجليش بالمقاولات وبالهدم وبالهدم وبالهاجات دي وما بيقوله خريك التجارة يشتغل أي حاجة آه فأنا الحمد لله درست في الجارة إنجليش بيزنس ادنستيليش دورة أعمال فقدرت إينا وبعدين أنا يعني أعتبر كليتي هي الحج يعني والدي طبعا هو الكلية بتاعتي أنا من سنة إعدادي وأنا يعني تحت إيدي وبشتغل معايا بروح معايا وباجي حتى في الكلية كنت بشتغل معايا فالكلية بتضيف لك إيه؟ بتضيف لك شوية سكيلز زيادة معنا شوية صور إنشاءات أنت كنت عاملها في محافظة الغربية آه مظبوط ده أنتو المراملين للحاجات دي آه دي بوابة كان الحاج كان تبرع بيها مش تبرع هو كان مكان ده مفوش كان في بوابة قديمة آه فكانت متهالكة فدايما من عائل الحاج الإسهم في المجتمع في المحافظة الغربية مهم بالنسبة لك يعني يمكن حتى في نصو التذكاري معروف عند الإستاد النصو ده كان معمول برضو بشكل يعني مش هنقول لا ليك بس هو جار عليه الزمن كان معمول سراميك وكلام من ده الإحلال وتجديد الأيام المحافظ دكتور شام السعيد آه برضو كان تولى حاج الموضوع ده والعلم النصو التذكاري بتاع العلم اللي كان قدام المحافظة برضو آه لا الحاجة عندنا غاوي يعني غاوي حاجات جميلة الإسهمات دي أوكي في عندك يعني أحلام حابب أو حاجة حابب تحققها في مهنتك أو تطلعات يعني عايز يبقى فيه مثلا الليمت معين عايز توصله أو أكتر من كده؟ آه طبعا أنا لو لو كنت وصلت الليمت بتاعي أنا كنت عادت آه فعمل ما وصل للليمت بتاعي عشان أفضل طول الوقت بجري طول الوقت بشتغل طول الوقت يعني هي دي حياة الحياة العملية بالنسبة لي هي دي أن أنت لا أنا ماليش بيك يعني أنا ماليش نهاية أنا عايز أفضل أشتغل وشوف أنا هروح لحد فيه لأ أي بني آدم أصلا ما فيش بني آدم ليه الليمت إحنا بنت ولد كل واحد بيمشي في السكة اللي بيمشيها وكل واحد بيوصل اللي بيوصله هل لوصلوا البني آدم ده فيه حد غيره معدهوش؟ لا فيه غيرك عده يبقى أنت ماليكش الليمت بس ماشي يا مصطفى أنت نورتنا النهار ده في حلقتنا تشرفنا بيك ده أنا تشرفت بيكي وبالقناة ومسوط أن أكنت معاكم مرسي يا مصطفى تنظرونا في حلقة جديدة من برنامج نعمة أستطيع